إذ ليس بعد هذا الوعيد وعيد وليس بعده جزاء وذلك كله زليل واضع على أرمة نمي المؤمن وحرص الإسلام على المحافظة على النفس المؤمنة وصيالتها من الاعتذاء عليها وإزهاقها وسكيها لم يسجد ولم يسجد ولم يطبق أمر الله سبحانه وتعالى رغم أنه كان متعبدا ناسكا مخلصا في عبادة الله ودار الحوار بين الله سبحانه وتعالى عجزة قدرته وعلى شأنه وبين إجليس ووعده بأنه سيقوم بإغواء البشرية جمعاء وما عبد العظيم محمد أحمد آسم هذا من سيدنا آدم عليه السلام الضحية معالي الرئيس رماس هي ضحيتنا جميعا جميعا بما فيهم الدفاع رماز تمزق قلوبنا ولكن المتهم أيضا كان ضحية وأرجو أن لا يغضب بنا أحد ضحية من؟ ضحية الثلوس المدمر وهو الجهل والفق والمرض المتهم كان فقيرا جاهلا مريضا وتلك تفتح أبواب الشيطان على مسرعي كان يعيش وحيدا منعزلا يعاني المرض والفق تسلل إليه الشيطان وقام بإغوائه ولكنه أقر أنه نادما ولن يفعل ذلك مرة أخرى زيادة الرئيس اسمحوا لي أنني لا يمكن أن أطلب رأة أبدا ولكن أطلب الرعفة أطلب الرعفة من حضراتكم لأنكم قلفاء الله في الأرض وربنا سبحانه وتعالى أطلق رحمة واحدة ورحمتي واسعة كل شيء أقولها في بيت شعر وإذا قضيت فلارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاءه وإذا رحمت فأنت أم أو أب هزان في الدنيا هما الرحماء وبناء عليه التمس الرأفة من الهيئة المؤقرة وشكرا سيادة الرئيس